بعد أحد عشر شهرا من القتال على عدة جبهات تسير إسرائيل على غير هدى نحو النهاية فلا مقولة رئيس الحكومة بن يمين تنياهو بن نصر المطلق تحققت في غزة ولا حماس دمرت ولا الأسرى الإسرائيليون رجعوا ولا المستوطنون في الشمال عادوا إلى منازلهم لتكون كل وعود المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين بمنزلة ذر للرماد في العيون بحسب محللين إسرائيليين ما يحدث هنا ببساطة هو إعماء لعيوننا لأننا لسنا قريبين من هدف القضاء على حماس وسلطة حماس مهمة واستثنائية فحتى بعد أحد عشر شهرا من هذه الحرب ليس لدينا بديل السكان الذين نزحوا من الشمال يبنون لأنفسهم حياة في أماكن أخرى وعلى ما يبدو لن يعودوا وبالتأكيد ليس في السنوات القريبة المقبلة نحن فقدنا أجزاء كبيرة من الشمال ويجب أن ندرك أن الحدث اليوم في الشمال معناه أنه سيمر وقت طويل لإعمار هذا المراوحة الميدانية على جبهة غزة فقامتها التطورات المتسارعة على الجبهة الشمالية حيث وسع حزب الله من دائرة نيرانه مستخدما استراتيجيات جديدة في استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي وقواعده سواء بواسطة الصواريخ أو المسيرات التي باتت تجوب أجواء فلسطين المحتلة وتصل إلى أهدافها من دون قدرة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية على اعتراضها بحسب خبراء عسكريين إسرائيليين مسيرة حزب الله في عام عاد هي نموذج آخر على ضعف منظومات الدفاع إزاء هذه المسيرات التي تعبر الحدود وتتجول دقائق طويلة جدا وعلى علو منخفض جدا فوق بيوت السكان حيث يقومون بتصويرها وفي النهاية تصل حيث كان مخططا لها أن تصل ومع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من عامها الأول تجد إسرائيل نفسها في حفرة استراتيجية تزداد عمقا يقول خبراء إسرائيليون ويضيفون رئيس الحكومة الإسرائيلية يواصل إدارة البلاد بلا استراتيجية وبلا رؤية فيما الإخفاق يتلو الإخفاق والتشبث بكرسي السلطة وعدم تحمل المسئولية يقودان إسرائيل نحو الهاوية من دون مكابح وبسرعة قياسية شكرا